أهلاً بكم في قناتي لتعلم اللغة الإنجليزية مع وفاء نكتر في الكونديشنال تايب 3 والكونديشنال تايب 4 هما اللي كي تحت اكتر في الامتيحان الوطني أما بالنسبة الكونديشنال 0 and 1 فأنا التمس يخصهم يعرفوهم لأنهم كيقروهم في الجدوع المشتركة وفي الأولى باكالوريا أما في الامتيحان الوطني فالتلميض مطالب أنه يعرف مزيان الفرق ما بين كونديشنال تايب 2 والكونديشنال تايب 3 concerned the pool يعني how do we change them from one from two to three etc okay سوف أبدأ م Teddyل So we will start with conditional type 2 okay and we will start with the sentence I don't have money I can't buy a car يعني ليس عندي مال لا أستطيع أن أشتري سيارة حسناً هنا، إذا انظر إلى هذه الثالثة، لديها دفعاً، لديها دفعاً، لديها دفعاً، لديها دفعاً، وهذا مهم بزاف لتلمد أنهم يفهموه دعباً، أنني كيكونوا عندي شجر جمال وكنحولها بالconditional، كي تقول لي عندي one sentence. يعني from two sentences, I rewrite one sentence. سونا الconditional type two، باش كنحول الconditional type two، كيكونوا عندي الأفعال في ال-present، عندي don't have في ال-present، وعندي can't buy في ال-present. وعندي sentence one and two في ال-negative, don't have negative, can't buy negative. مني كنجي نحول الconditional type two، كندر العكس، يعني إذا كانوا sentences negative، كيرجعب positive. مثلاً, I don't have money، أتقول لي I have money. كنحولها ال-affirmative, I have money, and then I change it to simple pass. يعني have, يعني كنحولها ال-pass كتولي I had money. Is that clear? أوكي؟ لأن كيف ما قلت لكم إلا كان الجملة negative كنحولها positive. عندي can't buy, كتولي can't, كنرجع العكس ديالها كان وكندر could. if I had money, يعني كو كانوا عندي فلوس. I could buy a car. أوكي؟ I could buy a car. if I had money, I could buy a car. أوكي؟ يعني كو كانوا عندي فلوس كازغل نقدر نشتري سيارة. سو من هنا كنحول نخرج بواحد القاعدة اللي هي مهمة، ومنها كنعرف كيفاش نخدم ال-conditional type two. فلا لاحظتوا هنا في if I had money عندي ال-if close اللي كيتكون من subject I من ال-verb simple past had ومن ال-object أوكي؟ وعندي المين close اللي هو كيتكون من subject I وعندي ونقدر نخدم would would هي اللي مهمة بزاف ولكن بما أنه عندي كان نخدم could وmight plus the verb in the infinitive وال-object راها بينه أنا نخصني نخدم object ومعروف أن المودة ال-verbs would, could, might ما كيتبعوه مش ال-infinitive سوينك كيكونوا عندي if close وmain close I'm not good at math I can't solve this equation اوكي؟ 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 كيف ما لحظتوا هنا يا كيقولك أنا يا ما كان نخدمش مزيان في الرياضيات ما غنستطيع حش نحل هاد المعادلة اوكي؟ وعن رابط طبيع تلها لرا هكي كيتحطو المتيحانات هكي كيتحطو الجمع في المتيحة الوطنية اوكي؟ 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 سو وديك I am اللي هي present غنحول هالpast غادي تولي اوكي؟ اوكي؟ سو دي ما كندير العكس اوكي؟ يعني عندي sentence negative غنحولها positive عندي positive غنحولها negative ونحاول نرجع الأصل دي الجملة باش نعرف نحول هالpast اوكي؟ سو كيف ما شفتوا I am كتولي I was وعندي can't solve اوكي؟ سو can't solve عندي can't solve اوكي؟ ومني غندير can't solve غادي نحولها الكود وغادي الجملة غادي تولي مني غادي نحولها الconditional type 2 it becomes if I was good at math I could solve this equation is that clear? I was good if I was يعني كون كنت كنعرف الرياضيات غنقدر نحل هاد المعادلة فهنا من خلال هاد two examples غادي تلاحظوا كيف هاش كنخدمو بالconditional type 2 اوكي؟ وهنا كذلك اللي هو مهم بزاف هو ان تلامد يعرفوا مزيان ال irregular verbs لانه اكثر يكنخدمو بهم ال conditional type 3 فهنا كيف ما كتلاحظوا ان اوحد الحاجة اللي هي ممكن انها توقع اوكي؟ ولكن يعني صعب التحقيق يعني شي حاجة ممكن مشي impossible يعني شي حاجة المستحيلة هي ممكنة ولكن صعب التحقيق يعني مني كنقول شي حاجة لان هي ما عنديش يعني يصعب تحقيقها اوكي؟ هي ممكنة ولكن يصعب يعني انني ان حققها اوكي؟ سو هنا كيف ما قلت لكم unconditional type 2 خسني نعرف مزيان tenses اوكي؟ ونعرف مزيان منيكون عندي الverb إلا كان negative نحوله positive ولكن positive نحوله negative وكنخدمه هنا بconditional type 2 كنخدمه بsimple past بالنسبة al conditional type 3 بالنسبة al conditional type 3 for example yesterday I didn't I didn't get up early so I missed the train يعني البارحة يعني لم أستطع أن أستيقظ باكرا يعني فاتني القطع يعني مشعل يضخ yesterday I didn't get up early so I missed the train if you look here I have two sentences I didn't get up early so I missed the train وعندي هالتو verbs simple past وعندي السنتنس اللي بلا negative غرجع positive وعندي السنتنس تانية positive غرجع negative so عندي I didn't get up so so I didn't get up غرجع positive شنو غدي تولي غدي تولي got up وهذا verb اللي هو irregular عليش قتلكم أن التلامت خصوم يعرفوا irregular verbs لأنك يتخدم بهم مش حل من درس وأبار يعني تصري في الأفعال يعني شحل من درس كنخدموها بالirregular verbs في قدر التلميدي يكون ضابط القاعدة ولكن منك يجي الفرب ما كعرفش كيفاش يصرفه حتى بها هنا كتاب هو الفرب اللي هو irregular فخصي نعرف أن الباس دياله هي got up وغدي ندير القاعدة ديالي دي conditional type 3 if I had gotten up early I wouldn't have missed the train if I had gotten up early I wouldn't have missed the train is that clear يعني لو استيقضت باكرا يعني لما فتاني القيطار يعني كن ما فتنيش القيطار كن فقط بكرا ok so الف close شنو كيكون فيه كيكون في الف close subject plus الverb في past perfect اللي هي had plus الverb في past participle يعني كيكون عندي subject plus had plus الverb في past participle وفي المين clause كيكون عندي بطبيعة الحال subject ok subject plus would ولا could ولا might plus have plus الverb في past participle plus object ok القاعدة الأساسية هي would ولكن بعد ما رأيك تعبر لي على could ولا على might we lost the game because our goal keeper was not in good physical condition ok يعني يعني ضيعنا المباراة لحقاش حارس المرمى ما كانش في حد اليقى بدانية هي جيدة ok so so هنا عندي we lost positive غرجع negative وعندي our goalkeeper sorry was not هي negative غرجع positive يعني عنقول if our goalkeeper had been in good physical condition شنو غادي وقال we wouldn't have lost the game يعني كون كان حارس المرمى كان في حد لياقة بدانية مزيانة ما كناش غادين نضيع المباراة ok فلا لاحظ وخبدي نا we lost ره غيرنا ok لأن خسنا نعرف نبدو بسبب بعد النتيجة اللي وصلنا لها فهناش شي حاجة لي impossible ok شي حاجة لي هي مستحيلة يعني مستحيل أن توقع مش بح conditional type ولكن يصعب تحقيقه we will go to practice وكنعود نأكد رب حلقة كيكون في المتحار الوطني كيعطيك جمل وانت كتعاودهم غير نتمني تكون تعاودها خستك تعرف اين conditional غد تخدم واش 2 ولا 3 شنو اللي كيسهل عليك تعرف تخدم ال conditional 2 ولا 3 في الجمل هو كنشوف type of sentence يعني أول حاجة كنشوف هما verbs اللي في ديك الجمل فدائما كيعطيهم لك على شكل جملة وفيها linking word منك تعاودها رب ما كيفقاش linking word أو لك يعطيك جملة full stop جملة وانت كتعاودها ركت ولي one sentence كيفما قلت لكم أول حاجة كنشوف فيها هما verbs فاش مصرفي verbs وعاد إلا كانت الجملة positive كنحول ها negative ولكنت negative كنحول ها positive واللي مهم جدا هو أنني نكون ضاب التنس زيان نكون عارف الفرق ما بين regular verbs وما بين irregular verbs فمثلا إلا خديت I will not buy this car يعني ما غديش نشري هات السيارة لحقاش كافي فهنا عندي will not buy وعندي don't have فهذه هاته في present وبجوجهم negative إذا الجملة ديالي غدي نعودها بال positive كنرجعها will buy وعاد كنحولها would buy مثلا if I had enough money كتوليها في البص ديالي هات if I had enough money كام وما أن عندي will غنخدمها هي باش غنخدمها في الجملة ديالي وغدي ترجع would I would buy this car if I had enough money I would buy this car if لوسيا hadn't been ill يعني was would let had been if لوسيا hadn't been ill she would have gone to school ok she would have gone to school ok يعني if لوسيا كن ما كانت مريضا she would have gone to school فالجملة التانية خدم سوال conditional type 3 لحقاش الverb didn't go was في past اذا غن خدم هم بال past perfect وغن خدم conditional type 3 so i hope that you enjoy my video and you understand the difference between conditional type 2 and conditional type 3 just watch my video and it would be better if you work some exercises and you can write it to me in comments وغد نشوف هم حاول تخدم مش تمرين وتكتب ها ليا وعرفت الفرق ما بين conditional type 2 وال conditional type 3 وشوف نشوف ان شاء الله في فيديو مقبل و